الكثير من الصراخ والصخب ونوبات من التسخط والغضب وشجار مستمر لا ينطفئ له لهب مظاهر واضحة على عصبية الطفل واختلال التوازن الشعوري لديه وترجع أسباب ذلك إلى تحقيق رغبات الطفل كلها دون ممانعة قسوة الوالدين الشديدة والتعنيف لأبسط الأسباب الغيرة الناتجة عن التفريق في معاملة الأبناء وتفضيل بعضهم على بعض الاضطراب الأسري وغياب الدفء والعطف الذي يحتاجه الطفل تقليد الوالد أو الوالدة إذا كان كثير الغضب والانفعال وقد يكون السبب مرضية كما في حالات الطرابات الغدة الدراقية والطرابات الجهاز الهضمي ويؤكد علماء التربية أن شخصية الفرد تتحدد في السنوات الأولى من عمره ولهذا كانت التربية على المشاعر المتوازنة من أهم المفاهيم التي ينبغي تعلمها والتركيز عليها فمن وسائل معالجة عصبية الأبناء وإحداث التوازن الشعوري لديهم تقوية العلاقة بين الطفل ووالديه فكلما كان حب الطفل لوالديه كبيرا زاد تقبله لهما واستجابته لمطالبهما تجنب القسوة ورفع الصوت والابتعاد عن التوجيه المباشر بصيغ الأمر والنهي الشرح والتفسير أثناء طلب فعل ما من الطفل فمعرفته بأسباب قيامه بهذا الفعل يجعله مستعدا لتنفيذه وهو سعيد ومتحمس له الاحتواء وإتاحة المجال للطفل للنقاش وعرض رأيه والإصغاء إلى شكواه مهما كانت بسيطة تدريب الطفل على التعبير عن مشاعره السلبية بالكلام بعيدا عن الصراخ والبكاء وقضم الأظافر الحزم في التعامل مع غضب الطفل وصراخه فلا يكون سببا للعدول عن القرارات لأن هذا سيعزز سلوك الغضب لديه ويعوده على نيل مطالبه بكثرة البكاء والإلحاح الحذر من مقابلة الصراخ بالصراخ والغضب بالغضب فالواجب مقابلة الغضب بالهدوء والاتزان تخلق الوالدين بالحلم وضبط النفس فهما قدوة الطفل الثبات على المبدأ فلا يتشدد الوالدان مرة ويتساهلان مرة أخرى في الأمر نفسه مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال فلا يطلب الوالدان من الطفل أمرا لا يتمكن من إنجازه توضيح وشرح الآداب الشرعية الدافعة للغضب وبيان أن القوة الحقيقية ليست في العصبية والغضب بل في كبح جماح الإنسان لنفسه عند الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب